مرحب بكم جميعاً مرحب بكم جميعاً ترجع لإيماننا وتوقعنا لللي بيحصل وإحنا وقفين قدام العرش وصار توقعنا إنه بالعفية لو حصل لمسة مباشرة من هرش النعمة شخصية يبقى مجد عظيم وبالعكس قال توقعنا لدرجة أنه بقى في البعض وده مش أنتوا طبعا مش أنتوا طبعا على الإطلاق يعني أنه بيبقى متوقع أن تحصل لمسة شخصية فقط في وضع اليد وأنه عشان كده قلت مش أنتوا خالص وأنه حتى لو حصل حاجة مباشرة وإحنا وقفين قدام العرش شخصية بنشك فيها حتى لو حصل حاجة مباشرة ما بين عرش النعمة وحضرتك مباشرة شخصية بتشك فيها وبتتصور أنها أقل من وضع اليد طبعا ده مش أنتوا بس أنا بحكي لكم عن ناس غريبة تاني على مدار الأيام وعلى مدار السنين الروحية إبليس بيسلب علشان يفقد الكنيسة المكان اللي هي مدعوة أنها تؤف فيه من بهاء ومن مجد ومن لمعان ومن نور لأن دي العروس اللي في النهاية هي نظير العريس نظير يعني نظرا شبه شكله بقول هذا التعبير كلكم حفظتوني بقوله زي ما يسوع قال من رأاني قد رأى الآب ستأتي أزمنها العروس تقول فيها من رأاني قد رأى يسوع أن العروس شبه العريس تماما 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 العدو يخاف ويهاب هذا الشكل بيقعد يسلب من الإيمان وبيسلب من الوقفة بيسلب من المكان اللي العروس تبقى وجها لوجه نظرا برغم أن نحفظين الآيات نظرين مجدوب وجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها فالعروس أنها تبقى شبه العريس مواش اختراع خادم بيقوله ده الكتاب مؤدس طول الوقت عمال بيقوله من أول تكوين نظيره يعني نظرا وجها لوجه إلى كورونس الثانية ثلاثة تمنتاشر نظرين مجدوب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها بالضبط نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد نتنقل سبيل الصديقين وسبيل العروس كالنور مشرق يتزايد إلى نهار كامل إلى الكوكب الصبح المنير فهذا المشهد العروس البهية متحركها تجاه العريس بحركة عبادة وبحركة تشفعه وبحركة كهانوت ملوكي متحركة قدام العريس فعمالها بتتملي نور بتستقبل ويف ورا ويف من حضوره من مجده من نعمته باختبار العدوي ويقوم سالب هذا الاختبار ويقوم مقلل إيمانك وتوقعك للي بيحدث وانت واقف وانحنا واقفين معا أو حتى وانت واقف لوحدك قدام العرش وبالعفية ياه لو حصل اختبار شخصي ياه لو الماء تحركت جواك ده كان مصر اليوم في عيد لو بس الماء تحركت جواك يبقى حاجة عظيمة جدا ويا سلام بقى لو بقى حد حط ييده عليه برغم من قصة ده قصة سلب ولما تقرأ على وضع اليد في الكتاب مؤدس تجده بصورة مختلفة تماما عن نوعية الإيمان اللي احنا بنتحرك فيه بتلقائية وانا مش بلغي احنا بنصلي مع كل حد بيطلب وضع يد فما تتكعورش جوا نفسك لو انت لكن في حقيقة ان هذا السلب اللي حاصل في التوقع لما يحدث قدام العرش افقدنا كتير جدا وابقى آخر توقعنا لو حصل بالعفية ان يحصل اختبار شخصي سفر الأمثال يقول آية كلكم عارفينها بس افتحها قدامكم أمثال 25 انه رب مليان امور عميقة ورب بيدعو العروس انها تجري وراء امور الرب لانه هي عمالة بتكتشف امور اكثر وراء الرب بتتنقل الى تلك السورة عشان كده من مجد الى مجد من قوة الى قوة من هيبة اليسوع الى هيبة اعظم فالعروس تبقى مهابة هو يعني ايه كجيش بقلوية مرهبة يعني مهابة يعني في حاجة خارجة من روحها بطريقة مختلفة امثال 25 آية المعروفة مجد الله اخفاء الامر خليني اقول بس حاجة انه لو انت مش بتجري ورا الذخائر الظلمة الذخائر المكنوزة لك في الحيطة اللي انت مش شايفها ورا الرب الذخائر اللي في بعض احيان العدو اغلق عليها لانه بيزبي امور وده مش حاجة غريبة انه في افس اربعة الرب سبى هذا السبي عشان يعطي الناس عطايا كثيرين يقولون انه سبى السبي يعني كان في ناس مسبية جزء من المعنى الاية بس ده مش كل الاية هو سبى سبي فاعطى الناس عطايا فالنتيجة هي عطايا مش بس انه في نفوس كانت في الحبس صعدت معاها لكن هو سبى سبي فاعطى الناس عطايا اذا جزء من السبي كان عطايا للكنيسة العدو سباها مجد الله اخفاء الامر مش محتاج اقول لك الجملة جملة مشهورة جدا قالها خادم قال كده رب مش بيخفي عنك امر رب بيخفي ليك امور رب مش بيخفي عنك عشان عايز يخبي عنك حاجة رب بيخفي ليك مبارع كنت بحكي معاك ان الشعب في عبور الاردن كان غير عبور بحر الاحمر عبر البحر الاحمر لانه مضطر فرعون وراه البحر الاحمر قدام لكن عبور الاردن مكانش مطارد من اي حاجة كان بيعبر ومفيش مطارد كان بيعبر ليدخل حاجات هو لسه مش عارفها حتى بس هو عارف انها ميراسه ده جزء من اللي بيحصل في هذا المؤتمر احنا بنزق عشان نعبر الى امور مخفية للعروس كتابية لكنها مخفية للعروس بطلت تختبرها لفترة طويلة احنا بنزق اللي نعبر ومفيش حاجة بتطاردنا كنت بقول هذا التعبير مبارح انا بحاول اضم بس اخواتنا لم موجودين مبارح بقول هذا التعبير مبارح اخر مرة وانت عايش في سلام ولا مطارد مفيش اي مواجهة بتقرنك تعبر عشان تصنع تشن انت حرب على العدو وانت عارف انه عماليق وانت عارف انه مدن عظيمة محصنة وانت مفيش حرب عليك وانت اللي بتفتح الحرب لان ده بيها ارض كتابية دي ارض مراس بس المراس ده في عمالقة وبرغم عدم مطاردة برغم انك انت لو جاز التعبير في سلام مفيش حرب حصلة انت اللي بت انشييت انت اللي بت 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 بتنكش العش لانك عارف ان في عسل لان ارض تفيد لبن وعسل انت هنا مجد الله اخفاء الامر لكن مجد الملوك دي نوعية الملوك عشان كده اللي بيعبر الاردن غير اللي بيعبر البحر الحمر العبر البحر الحمر كانوا عبيد جواهم جينات برية لفوف البرية لكن العبر الاردن كان نوعية مختلفة مليانة ايمان عشان كده قدرت توقف قدام ملوك كان عام ورب يطلع نوعية مختلفة في جيناتك اتغيرت بسبب نار حضور وقف قدام الرب جاء وقت ان السقف بتاع توقعاتك لاختباراتك قدام العرش يتغير ياه لو انا وصلت في قط وكده حسيت بسلام بس كده والسلام ده ببقى شاكك في لان كنت الوحدي ياه هذه الكذبة يجب انها تنتهي النهار ده ولو انا في وسط جماعة عظيمة فرحان في وسط الجماعة العظيمة زي من الكتاب مؤدس بيقول بنعبد الرب في الجماعة العظيمة في الجماعة العظيمة اسبحك اقرأ هذه الآيات في سفر المزامير في كذا مرة مزمور 22 ومزامير التسعينات كلها قد ملك الرب بنسبحه في الجماعة العظيمة بنعلي الرب فوق ممالك الارض في وسط الجماعة العظيمة ففي وسط الجماعة العظيمة بقى فرحان مع الهيصة لكن لكن الإدراك بتاعي لمستوى الاختبار الجماعي اللي بيفيد على اختباري الشخصي زي ما حنحكي النهاردة على مدار اليوم لأن الاختبار الجماعي زي ما حكينا عليه في اعمال اتنين وحنحكي عليه تاني في اعمال اتنين كان شعلة نار على رأس كل واحد هي شخصية وهي جماعية في نفس الوقت ما كانش في وضع يد في اعمال منسبح الرب في وسط الجماع العظيم لكن هناك مجد الملوك وفحص امور رب تتبع امور مخفية وراء الرب ده نوعية الملوك لو مش قعد ريلكس لو عايز ترمي علي حاجة ارميها لو عايز ترمي علي ابو ايدي ووشي ودهر واخرج اشوف ك الاجتماع اللي جاي لو عايز تعمل هذه النوعية دامش العروس الباية دامش الملوك مجد الملوك الخربشة وراء الرب دي مسحة خربشة انك تخربش وراء الرب لأنك عارف ان في اراضي وراء هذه الاسوار هو اعدها لك هو دعاك لها موجودة في الكلمة ارض كانعان قال انا وعدتكم هذه الارض انا وعدت اقسمت حلفت الابراهيم بها ف برغم انه مفيش عدو وراكم اعبروا الارض فعبروا بايمان لان مجد الملوك فحص الامور الرب اللي وراها عمليق واللي وراها اسوار عالية وراها اريحة وراها مواجهات بس نحن عبرون فمرة تاني الرب سوري مش الرب العالم والتوقعاتنا وخبراتنا عملت تراجع وقلصت توقعاتنا ونحن قدام العرش انه بالعافية يحصل اختبار شخصي خليني اقول جملة خدك وانا ممكن تكون لهوتيا محتاجة نقاش مش نقاش يعني مش غلط بس محتاجة اشرحها لك بس خيني اخدك بالجملة مسيحية الاختبارات الشخصية فقط مسيحية مش كاملة لو انت ما حضرتش اجتماع مبارح ستحتاج اني حكي معك مسيحيتنا مليانة اختبارات شخصية ابراهيم كان له اختبار شخصي مع الرب موسى كان له اختبار شخصي مع الرب مش كده ولا اليا كان له اختبار شخصي مع الرب بوليس ده اختبار شخصي فمسيحية الاختبارات الشخصية دي مسيحية اساسية بالعكس ده العالم النهارова تهاجم كلمة اختبارات بس المسيحية الفلسفية مسيحية فترة واقل من فترة المسيحية الاختبارية اللي النار تلمس فيها اعماق حياتك هو نوعية المسيحية هي حياة اختبارية مستمرة النار تلمس أحشائك كل يوم على مستوى شخصي وعلى مستوى جماعي وده الطبيعي بس لو المسيحية آخرها اختبارات شخصية ففي حاجة ناقصة معلش ما بينك هفتح قوس كده وأقول البعض فينا بيقول لما بيحصل معايا اختبار شخصي هي أنا بقى بقولك لو القصة اختبار شخصي فقط مش هي تقولي فين كتابيا اختبار شخصي يعني رب يوم لمسك وتشعر بأمور من الرب ويحصل تحرير ويحصل فرح ويحصل مسحة ورعش في العزام واستخدام وبعد كده بعد كده تجد الرب يستخدم ويتحرك واختبارات شخصية بالاستجابة من مبارح بالليل لنهاردة الصبح كم حد كان حاضر مبارح بالليل او سمع مبارح بالليل كم الاختبارات اللي جات لي حتى من الناس كانت مجرد بتشاهد في بلاد تانية كم الاختبارات اللي حصلت بالليل فاكرين احنا صلينا لأجل الليل فيه ناس بسبصل يعني ايه ليل مبارح كان فالقصة مش فقط اختبارات شخصية لان رب يفرش حاجة مختلفة قلت تعبير مبارح كان فيه تلاميذ ماشيين مع الرب تلات سنين اختبروا اختبارات شخصية منه ليهم واختبروا اختبارات شخصية هم استخدموا فيها باسمه لكن في آخر الرحلة شكوا وابخ عدم ايمانهم اذا لو القصة فقط اختبارات شخصية انت عامل سقف لو القصة وراء الرب انت بالعافية العروس بتزق من اجل اختبار شخصي فيه سقف كده وخلينا اقولك لو انت بالعافية بتزق من اجل اختبارات شخصية ما تفصلش نفسك من المؤتمر لانك وانت بتزق من اجل اختبارات جماعية اختبارك الشخصي بيشتعل وحنحكي مع بعض النهاردة اجتماع بالليل لو انت حاضر الصبحية من فضلك متفوتش اجتماع بالليل فلو حتى لو انت بالعافية بتستقبل اختبارات شخصية وانت بتزق معنا هذا المؤتمر هو مؤتمر تشفع نبوي من اجل اختبارات او دخول العروس لاختبارات لم تختبرها من قبل قدام حضور الرب اللي حاجة اسمها اختبار جماعي واختبار جماعي حابص النهاردة حقلب معاك من العهد القديم والعهد الجديد على اختبارات جماعية في الكتاب مؤدس ونبص نتعلم منها وبالليل نستقبلها بس هنستقبل حاجات منها النهاردة الصبحية برضو فانا قلت تعبير محتاج اشرحه شوية مسيحية الاختبارات الشخصية فقط هي مسيحية جميلة جدا جميلة جدا مهمة جدا احذر يكون عندك بتحضر اجتماعات بدون اختبار شخصي خطر انك تكون تحضر اجتماعات بدون اختبار شخصي لكن الحياة المسيحية مش اختبارات شخصية فقط لان فيه ايمان والعروس بتخش فيه لحاجة اسمها اختبارات جماعية حديك مثل واضح جدا يسوع وهو على الارض كان بيلمس افراد بس يسوع قال كده خير لكم ان انطلق كلكم عارفين الاية لان ان انطلقت يأتي المعزي فاكرين عارفين بس هذا اللي حصل لما يسوع كان بيلبس افراد هؤلاء الافراد على مستوى ثلاث سنين ونص بيستقبلوا اختبارات شخصية وفي الآخر وبخ عدم ايمانه وفي الآخر شكه الى ان انسكب اعمال اتنين ولما انسكب الروح في اعمال اتنين لان ربا سبى سبيا واعطى الناس حطايا لكل واحد اعطيت النعمة حصل اختبار جماعي في اعمال اتنين الاختبار الجماعي حسم هذه الموقعة مع التلاميذ اللي كانوا بيختبروا اختبارات شخصية صمتكم مريب مش مريب لكن لما بيحصل اختبار جماعي هو بيفوق في قوته على مستوى شخصي اختبارات الشخصية المنعزلة من برح كان عندي تعبير عمال بكرار ونهارده عندي تعبير مختلف شوية انظر معي في قفص اربعة الاول قفص اربعة اللي انا عمال بكراروه انتوا كويسين نهارده في حبة كده هقلب وحط حبة مبادئ بليل حيب اجتماع بسيط نصلي ونستقبل قفص اربعة الايات المشهورة لكل واحد هبتدي من سبعة وبعدك هارجع تاني لكل واحد منا اعطية النعم لكل واحد منا انتوا هنا لحبة مننا او لكل واحد منا لكل واحد مننا عارفين الامريكان عشان ما عندنا اخت امريكانية الامريكان يقول لك كده بص لجنبك وقوله لكل واحد منا بص لجنبك وقوله لكل واحد كل حماس ودي نعمة لكل واحد منا لتكميل القديسين فهذا الاختبار الجماعي مش عشان يطلع حبة ابطال او يطلع موسى او يطلع ايليا لكن لاجل تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح كي لا انا بنط معاك الاربعتاشر كي لا نكون فيما بعد اطفال بل صادقين خمستاشر في المحبة ننمو في كل شيء الى الرأس الى الذي هو الرأس المسيح لازم انه كل الجسد مركبا معا لازم انه كل ايه الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤاذرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو للجسد اللي بنيانه في المحبة اذا اتار الهبات والوظائف هي مش منسكبة عشان اختبارات شخصية واو ده بقى رسول واو ده بقى نبي واو ده بقى عليه مسحة مش عارف ايه واو ده مهم وهام ومكتوف في قفص اربعة بس القصة في النهاية عشان يحصل اختبار جماعي لجسد الى قياس قامة ملء المسيح خليني ارجع معاك لأول صح قفص اربعة خليني اقولك الجملة الاول خليني اضعها قدامك احد الحاجات اللي حنصلي من اجلها النهاردة او روحي بتصلي من اجلها النهاردة كسر انعزالية اختبارك يعني انت تختبر وبتزوء ايمانك من اجل اختبار شخصي وراء الرب بانعزالية عن اي حاجة تاني حواليك ورب يريدك ان تكسر انعزالية هذا الاختبار سليلا انا حاوض هنا انا حاوض هنا شوي لان كتير ياه لو الرب بس لمسني وتحولنا على مدار السنين ما هو ده سلب حصل سلب على مدار السنين حصل سلب على مدار السنين ياه بس لو ياه لو ده حصل و و طبعا مش انتو بيبقى جوا اه انا جاي الاجتماع هفوت الوعزة كده بس عشان ارضي الخادم عشان بس في الاخر هو يحط ايده علي والقصة ايه اللي انت بتقوله ده لو جاز التعبير الرب يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده انت واقف قدام العرش والرب مش عايزك تصدق فقط باختبار شخصي بنعزال وبتفرد ما بينك وما بينه وان كام ده بيحصل لان النار بتستقلع على رأسك انت شخصيا فهو اختبار شخصي لكن فيه حاجة العروس لازم تزق من اجلها هو كسر انعزالية الاختبار الفردي فانا واقف قدام الرب وبطلب نار حلو قوي انعزالية عن الجسد سلاه انا واقف وبطلب شفا لجسدي بس انا مش بطلب هذا الشفا بانعزالية عن الناس الحوالي لو انا بطلب شفا بانعزالية اصلا العيان هم مش عيانين انا عيان فانا بطلب بانعزالية اصلا انا عيان فانا عايز شفا بطلب بانعزالية بمراحم وبنعمة في بعض أحيان باخد لكن لو أنا بطلب شفا لجسدي مش بانعزلية أنا بطلب شفا لجسدي وأنا مدرك أن الرب يريد أن يمسح كل جسده بالشفا استقبالي أنا للشفا حيبقى أقوى إيماني أن معجزات الشفا حتم لبلدنا أكتر لأن المرض إحد الآلهة اللي بتعبد في مصر والموت إحد الآلهة اللي بتعبد في مصر إيماني أن الموت والمرض حينكسروا في بلدنا لما بلدنا تبدأت تدرك أن الشفا في بلدنا مش بالعفية اختبار فردي مش بالعفية اختبار بالعفية بحاول أخذه وياه لو لمسني بالشفا أنا تحسنت أحسن أنا أحسن ليه بقولها بإيمان وجاء الوقت أن نقصر هذه الإنعزلية إنعزلية أن بالعفية بيحصل فيها اختبار شخصي أنا بقف من أجل الشفا لأن الرب يريد أن يسكب شفا على كل جسده فأنا واقف كأني كل جسده واقف قدامي رب بعلني يهوى رفا بس مش بإنعزلية عن الجسد خلي أقرأ لك الآيات بقى في قفص أربعة هاللويا أربعة أربعة جسد واحد هيه جسد واحد روح واحد رجاء دعوة واحد رب واحد إيمان واحد تغطيصة واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم عشان كده لكل واحد منكم أعطية النعم مش عارفتوا شايفينها هل أنتوا شايفينها تجنن كتاب مؤدس يجنن هقرأها مراتين ماعرفش هقرأها مراتين أربعة أربعة جسد واحد شاه overs انت محتاج شفا انت في جسد والجسد ده جسد واحد محتاج شفا حولها مراتين انت في جسد والجسد ده جسد واحد محتاج الكتئابة على حياتك يتكسر حلو أو أنت في جسد انعزالية حريتك من الاكتئاب هي مرتبطة أن الجسد يتمسح بمسحة فكل القيد ومسحة فرح يمكن ما تكسرش الاكتئابات لأنه أنت محصور في نفسك بتطلب لمسة واختبار شخصي علشان يتفك الاكتئاب على حياتك ويمكن هذا سبب أن اختبارك بقى ضعيف لأنك أنت في جسد سقيتم روح واحد دعيتم رجاء دعوة واحد روح واحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة ولأنك في جسد واحد بتتغطس أنا عارف أن معمودية واحدة وبتكلم عن معمودية بس معمودية يعني أنك متغطس عارفين معمودية يعني متغطس يعني أجواء واحدة متغيرة فلو إحنا في معمودية واحدة وهذه المعمودية معمودية قوة هذه المعمودية معمودية نار هذه المعمودية معمودية فرح إذن الاختبار اختبار جماعي لأنها معمودية واحدة لا أنتوا مش جمال أو أنتوا جمال بالإيمان أنا عارف أنكم بتعملوا بتشغالوا تروس الفهم وأنا مش معترض شغالوا تروس الفهم لأن المعمودية يعني أنك تتغطس في أجواء مختلفة لو هي معمودية واحدة وأنت بتطلب فرح معمودية واحدة بتطلب شفة معمودية واحدة بتطلب كسر الاجتئاب معمودية واحدة بتطلب استرداد لأولادك معمودية واحدة بتطلب أجواء البيت تفتدى معمودية واحدة هنا سمعها كسر إنعزالية الاختبار وهذه الجملة بقية دلوقتي من Ridge gonna work onbro لأن هذا المؤتمر نحن في حالة تشفع من أجل زحزحة الصور الذي وقف قدام توقعاتنا للاختبارات والعدو طول ما تدي له شبر يخش ميل تدي للعدو شبر من عدم الإيمان يخش ميل على مدار السنين العدو دخل كثير فنزق فنزق فقط الاختبارات الشخصية وإن كانت مهمة فمرة ثانية قفص أربعة في أوله عمال يتكلم عن اختبار جسد واحد أنا أحب الآيات دي إقراها مرة ثانية معي معلش لأن خلي بالك لو قريت من أربعة ووصلت معي الآية سبعة كأنك بتقرأ أعمال اتنين حاجة جماعية بس شخصية حاجة بتنسكي بجماعية بس قوية جدا ولأنها قوية في الاختبار الجماعي بتبقى قوية في الاختبار الشخصي ودي نقطة مهمة لو دي أهم نقطة في هذا المؤتمر اختباراتك الشخصية بتتضاعف قوتها لو أنت أمنت بالاختبار الجماعي بسبب الاختبار الجماعي القوي اختبارك الشخصي بتتضاعف فمرة ثانية قرأ أفس أربعة أربعة جسد واحد مفيش انعزالية حضرتك واقف قدام الرب حتوقف بعد دقائق معايا قدام الرب حضرتك مش منعزل عن باقي الجسد ومش بس الجسد الموجود في القاعة الجسد اللي بيشاهدنا وجسد آخر مش ممكن انت بتعرفوش مبارح كنت بحكي عن الموجودين في المستشفيات المشلولين الموجودين في البيت العينين السرحانين اللي بلعبوا في مناخرهم حد بعت لي يالي 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 بيش خادم يقول كده بلعبوا دي حالة روحية اسمها تلعب في مناخيرك لانك مش عارف تعمل ايه ده لوقت بقعت فاضي روحيا مش عارف تعمل ايه فبت مناخيرك الروحية بتلعب فيها انا بارض على اسئلتكم بس في ناس سألني اسئلة لزيزة في ناس سألني اسئلة بيخافة في جسد واحد ورب يريدك انك تؤمن انه اختبارك ليس بنعزال عن جسد كامل جسد واحد روح واحد رجاء دعوة واحد تعرفوا حد بيصال من اجل دعوته اطلاق دعوته بنعزالية خد الاية دي رجاء دعوة واحد فدعوتك ليست بانعزالية عن الدعوات المحيطة بيك فلما بتطلب مسح على دعوتك اعرف ان مسح على دعوتك حتى تضاعف لو انت مدرك انك في جسد والرب يريد ان يمسح كل الجسد واطلق دعوته بالكامل فانت دعوتك ليست انعزالية عن باقي الدعوات المحيطة بيك رجاء دعوتكم الواحد رب واحد ايمان واحد اجواء معمودية واحدة اله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم اذا سكي بالروح القدس على الكل الكل المية وعشرين اتمالوا بالروح القدس ولكن لكل واحد منا على راس كل واحد كانت شعلة نار شايفينها او لا شايفينها فهو بتكلم جنرال بتكلم على جسد وبعد كده خلي بالك بس لكل واحد منا شايفينها من اربعة الستة من اية اربعة الاربعة الستة بتكلم على جسد كامل اية سبعة ام بتكلم عن الواحد لان الاختبار الجماعي بيلمس اختبارك الشخصي انا بعمل دعاية لاختبار الجماعي علشان لو انت جاي المؤتمر ده وعايز حاجة بيرسونال تصلي من اجل الاختبار الجماعي لان البرسونال حيزداد وتضاعف اخواتي سقفوا بس بكوش عايزهم سقفوا عشان ههاجم اللي هم عملوا الوقتي فاوعى ما قصدش اوعى اوعى تقوم صلي الاختبار الجماعي بانانية بردو فاهمي اوكي بقى طالما هي دي اللي بتجيب جونف انا حصل لاختبار الجماعي عشان هي دي لا ادرك ده قلب قلب الرب للعروس قلب الرب للعروس قلب الرب للجسد كله قلب الرب مش عشان بانانية انا عايز اكتشفت قالوا لنا مفتاح جديد النهاردة حصل لك ده للجسد عشان انا اتمسح مسحة زيادة لا ده قلب القاب للعروس كلها كسر انعزالية الاختبار الشخصي فلما بتقف قدام الرب من اجل سكيب على حياتك ان كان على مستوى مسحة ان كان على مستوى حرية ان كان على مستوى شفاء ده مش اختبار شخصي منعزل عن الجسد بالمناسبة هذا التعبير اللي احنا بيقف في زور البعض قصة الحضارة الحضارة هو اختبار جماعي اصلا اللي موقف هذه الكلمة في زور البعض هو انه يعني ايه حضارة ده انا بس وانا عليها مسحة وانا عليها قوة وانا بخدم وانا فيه اقتئاب في حياتي وانا محتاج احتياجات قدام الرب فباجي قدام الرب فانا كلمة حضارة دي كلمة كبيرة قوي كلمة حضارة مش كلمة كبيرة اي حاجة مشتركة بتطلع حضارة الحضارة في حد كلمة حضارة في حد ذاتها الشعب المتحضر عنده اختبار مشترك فكلمة حضارة فيه نهر وفيه مبادئ وفيه مركزية ففيه شيء مشترك كلهم بيشتركوا فيه بيشربوا كلهم من نفس النهر تكون سروح واحد مع مودية واحدة جواهم كلهم لغة واحدة ثقة واحدة ادراك واحد اعلان واحد وفي نفس الوقت فيه مركزية واحدة فالحضارة هي اختبار مشترك اختبار جماعي اللي بيصنع اللي بيولد الحضارات هو ادراكنا ان اختبارنا اختبار واحد لاشخاص معرفهم اشخاص اعرفهم بس رب يسكب على كل الجسد انا موقف نفسي عن تعالوا نبص على حبة هو ايه الاختبار الجماعي الاختبار الجماعي بيأتي بسبب عبادة جماعية لشعب عمال بيعلي الرب زي ما احنا بنعمل مبارح كنت بحكي مع اخويا مارتن وهو بعد اجتماع مبارح بالليل اقول له ده مش زمن فقرات عبادة وده الاخويا بتحرك فيه مش زمن فقرات عبادة حتى فقرة ما قبل الكلمة اما متهال احنا عدينا هذه المرحلة لها دي فقر الترانيم كده لغاية لما ييجي المتكلم انتهت طبعا ده انتهى من زمان مش كده اوكي ففترة التزبيح اوكي وكان ده التزبيح له مكان بس عايز تخش لقدس الاقداز ده فترة عبادة بس النهاردة اللي بيخترق في الاجواء مش ان الفقرة تبقى فقرة عبادة لكن هذه العبادة تبقى مليانة تشفع نبوي يعني ايه تشفع نبوي يعني بتخبط من اجل الدخول بحسب كلمة الرب ونبوة الرب لحتة لم ندخلها من قبل برنم نفس الترنيمة برنم نفس الترنيمة بس روحي اللي خرجها روحي اللي بتقول اهيا مش بترنم ترنيمة او مش بتعبد هذا الاسم اهيا الذي اهيا لأ بتخبط بهذا الاسم بتشفع عشان اخش لحتة في اهيا لم ادخلها من قبل لأن اهيا مليان اعماق جواه دعاني اخش لها بروحي النبوة فانا مش بعبد اهيا انا بتشفع هذا الاسم بحسب النبوة الموجودة في الاسم ففقرة العبادة من اجل اختبار بحسب كلمة الرب في قطك كل يوم حط الجملة دي في مفردات روحك وانت قدام الرب وانت في جبل الرب في المدينة السماوية تشفع النبوي في صوتك اللي خارج هترنم نفس المرنمين هترنموا نفس الترنيم بس ممكن ارنم الترنيمة كأنها فقر الترنيم ممكن ارنم الترنيمة دي بحاجة جميلة قوي بروح العبادة ناري مجيد الله جميل بس عايز تبقى على الاج عايز تبقى في سن الرمح لكن عبادتك مش عبادة فقط لكن بتزق بتشفق ده بقى روح خارج ده بقى ما هي نفس الترنيمة نفس الكلام يعني حقول اهي 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 فواقف بيقول اهي واقف بيقول اهي هي هي بس في روح خارجة من جوه انا برنمها بعبدها ولا بزق لأعماق جوه هذا الاسم هتفهم حاجة فهي هو الاختبار الجماعي هو عبادة جماعية لشعب عمال بيعل الرب وبيزق من اجل اعماق جواه فالسماء بتستجيب بس مش بتستجيب على مستوى شخصي بتستجيب على مستوى الاية اللي كلنا حفظينها موجودة في حتتين في كتاب مؤدس كما تغطي المياه البحر مجد الرب يغطي وجه الارض هو مجد الرب يغطي وجه الارض ده اختبار شخصي وهو بيغطي واجه الارض حيغطيك فحيبق شخصي لكن لما يجد الرب يغطي وجه الارض ده اختبار جماعي انا عارف ان الارض بس ملهاش معنا غير كده يكونش ده احد الاسباب الابليس بيسرق مننا توقعنا للاختبار الجماعي وبالعفية بانعزالية ياه لو حصل اختبار شخصي والقصة نحن نكسر الاختبار الاختبار اللي هو بانعزال انعزالية اختبارك لان مقاصد الرب ان اختبارك بيغطي وجه الارض وان السحاب يغطي وجه الارض وان يصعد سحاب يغطي وجه الارض ده عدن بالمناسبة بالمناسبة ده وأول ما جاء آدم كان يتحرك في عدن ليحفظ الجنة فكان مجد الرب يغطي وجه عدن كلها فعدن مش حضرتك بس مجد الرب يغطي وجه الأرض إحنا وقفين إنه حاسبق نفسي إحنا بكرة حنصالي من أجل البلاد خلني أسبق نفسي أقول لك لأن وراها آيات فليس أخش فيها دلوقتي لكن مقاصد الرب إن هذا السحاب وهذا المجد يغطي أحبائي ده كان اختبار جماعي ولا مش اختبار جماعي لما السحاب ملا هيكل سليمان ده كان اختبار جماعي لم يستطع الكهنة أن يقفوا البعض خر والبعض سجد بس النتيجة كان اختبار جماعي الرأكشن الشخصي كان بيختلف من واحد للتاني البعض أم وقع على وشه والبعض أم سجد على رجبته ده شكل وده شكل فالاختبار الشخصي كان متنوع لكن الاختبار الجماعي أن السحاب ملا هيكل ده اختبار جماعي محفيش كاهن منهم يقولوا أنا اختباري كان بانعزال عن باقي الكهنة الرب كان يريد مملكة كلها كهنة اختبار جماعي كل المملكة كهنة النهاية أنه بقى فيه صبت واحد ده اختبار ده اللي طلع النموس ده اللي طلع عهد قديم لكن قال أنا حملتكم عشان تأتوا لي كاختبار جماعي كلكم بتختبروا أنكم كهنة قدامي مملكة كهنة ده اختبار جماعي مش محتاجة أقول لك أن عبور البحر الأحمر كان اختبار جماعي عبور الأردن كان اختبار جماعي تعالى معي الخروق 19 خروق 19 أنا بسرعة عديت على حبة قاية عشان الوقت خروق 19 شواهد كتيرة كلها عبارة عن اختبار جماعي خروق 19 حضر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب نقرأ من أول آية 16 حدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب تقيل على الجبل وسود بوق شديد جداً فارتعد كل الشعب الذي في المحلة أخرج موسى الشعب من المحلة لملاقات الله تعالوا قابلوا ربنا فوقفوا في أسفل الجبل ده مش قصد رب في أول هذا الأسحاح قالوا أنا عايزكم كلكم كهنة قالوا لا مش حنطلع الجبل اختبار جماعي لكل الجسد أن يبقى فوق الجبل قصة أنك فوق الجبل دي مش قصة وعظية تأملية خادم ألها وخلاص أخرج موسى الشعب من المحلة لملاقات الله فوقفوا في أسفل الجبل وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار صعد دخانه كدخان الأتون ارتجف كل الجبل جداً فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جداً وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ده اختبار جماعي كل الشعب كان شايف ده أنا عشان الوقت قلتلك أن عبور البحر الأحمر كان اختبار جماعي مش محتاج أرى لك آيات عبور الأردن كان اختبار جماعي أخذوا الاثناشر حجر من قاع الأردن ونقلوها إلى ضفاف الأردن لأنه ده اختبار جماعي كل الأصباط أيام يوشية حصل نهضة جماعية من خلال الكلمة كل شعب الرب يحب الكلمة كل شعب الرب يحب الكلمة ده اختبار جماعي أنا بجيب لك الشواهد دي علشان بس تدرك أنه يعني يعني عبروا الأردن كاختبار جماعي يعني كل الشعب دخل ميراثه أنا آسف دي قلت بسرعة أنا حرجع مرة تاني وحبطه ومش مهم الوقت يعني يعني كل الشعب عبر الأردن قصة وعرفينها نو يعني كل الشعب كل الشعب كل حد هنا فيه كام واحد في هذا المؤتمر دلوقتي ربعمائة خمسمائة خمسمائة ماشي خمسمائة واحد يختبروا كلهم بلا استثناء ولا يفقد منهم واحد أنهم يعبروا يدخلوا ميراثهم أنتوا فاهمين يعني إيه اختبار هو ده اللي أنا بنشن عليه أنا مش بنشن أنه وعز دي مش وعزة منمقة يعني وعزة منمقة فيه ناس بتنمك وعزتها أحسن مني ألف مرة معنى اختبار جماعي إن الخمسمائة اللي موجودين في المؤتمر كلهم ده التزديق وده اللي بنزوق من أجله وده اللي لما بقف من أجل ميراثي مش بقف من أجل بانعزالية اختباري إن فيها في المؤتمر ده دخلت أرضي ميراث جديدة ما فيش انعزالية في هذا الاختبار الخمسمائة لو جاز التعبير لأن الحضرين مش خمسمائة بس فيه ألوف بيتفرجوا إن الخمسمائة لحضرين كلهم ده اختبار جماعي كلهم عبر الأردن كلهم دخلوا الميراث تقول لي دي نعمة أقول لك آه دي نعمة تقول لي دي معجزة أقول لك آه دي معجزة تقول لي طيب افلوا الواحد مش مركز أقول لك حتى لو كان بيلعب فما نخيره تقول لي ده كتاب يقول لك ده كتابي مبارح حكيت معاك لأن الشعب الموجود في في البيوت المتغطية بدم الحمل كلهم كان فيه منهم اللي يمكن مش مصدق كان فيه ناس منهم خايفة مية في المية كان فيه ناس خايفة مية في المية ده كان فيه صوت صراخ في كل أرض مصر بس الخايفين دول اللي متغطين بالحمل عبروا ده اختبار جماعي احنا متغطين بدم الحمل متغطين بالعهد ولا أنا فيه تغطية بالعهد جاء وقت بقى أناس أنا متغطي بالعهد بس ايا بس هو الانعزالية دي بتخلي اختبارك صغير لك لو انت وقف ماشي بالانعزالية يا رب انت جسدك كله متغطي بدهم الحمد جسدك كله مليان حرية جسدك كله مليان شفاء فانا بستقبل حرية بستقبل شفاء لان جسدك كله مليان شفاء فانا مش بنعزلية واقف قدام الرب انا موضيك ان فيه جسد كله بتمسح هي نعمة نعم هي نعمة هي معجزة هي معقولة فاكريني ما يسوع قال ولا يفقد واحد ده ابليس دحك على الناس دحك ليه بقينا الواحد بالعفية بياخد والرب داعينا ان الكل يخلص ولا يفقد واحد اشكرا الجنة بالاسيس بيقول لي صح ليه رخص ايمانا وقال لامانا ان بالعفية واحد يخلص والرب يقول ده الكل يخلص ولا يفقد واحد من ولادي الاختبار الجماعي هو المعجزي بس هو اللي مليان نعمة هو اللي يجب ان نرجع نؤمن به ونزق وراء الرب اللي بيخربشوا وراء الرب هم الملوك عشان يخشوا لملء القصد الالهي انا هخربش معاك في هذا المؤتمر لغاية الامم لان حكي معاك بكرة ازاي حتى كتابيا بايات مكتاب مؤدس لينا الحق ان نطلب ان مجد الرب يغطي واجه الارض والارض ذا الامم فيها غير مؤمنين حسنا فالاختبار الجماعي يمكن عشان كده الكرازة لغاية دلوقتي في العالم كله وصلة لحدود لان الكنيسة في العالم كله مش مصدقة الاختبار الجماعي اللي فيها لا يفقد فيها واحد لان السحاب يغطي وجه الارض كما تغطي المياه البحر ففي ايامي وشيئة حصل نهضة النهضة دي خلت ايه كل شعب الرب يحب الكلمة انت ممكن تسمعني كواعظة هذا الاجتماع ويسكو بالرب هذه النعمة فنخرج مننا الخمسمية كلهم عايزين ياكلوا في الكلمة الخمسمية كلهم بيرواحوا البيت مش حبص في النت مش حفتح اليوتيوب انا حاوض مع الكلمة ده اختبار جماعي انا بكسر سأف انا بكسر سأف لان الروح روح عايز يعمل كده الروح عايز صلع شعب زي دايو شي في العهد القديم الشعب كله حب كلمة الرب ايامنا حمية فاكريننا حمية لما قرأت الشريعة كل الشعب اما اتحرك بتوبة قدام الرب فقعدوا فرح الرب قوتكم وقال لك ففرح الرب فرح الشعب جدا اختبار عظيم لكل الشعب بفرح كانوا بيعدوا على واحد واحد يقولوا بطل عياط افرح طبعا لو كان شعب شرقي زينا هم كانوا شرقيين بس أنا بتاريق علينا هم كانوا شعب شرقي لكن لو كان شعب مصري اللبنانيين مش زينا لو كان شعب مصري ويعدي خاني يقولوا بطل عياط افرح طفيت الروح اللي جواي اللي عمالي عيض المصريين لا يعنيش اسيس لا يعنيش نعمل فيهم فالخدام كانوا بيعدوا على جميع الشعب اول رأي حد بطل عياط افرح بالرب فرح الرب قوتكم ففرح الشعب ووزعوا انصبا وعملوا عيد ده اختبار جماعي ولم يفقد واحد مش كان حب فرحانين وحب ملاش نيف سفر هم برفعوا اعلام ليه دول مقصودش كتاب مؤدس مليان اختبارات جماعية وجاء الوقت نسد وانت واقف قدام الرب ان الرب عايز يفتح اختبار جماعي على حياتك لو رحنا العهد الجديد مش محتاج اقولك ان اعمال اتنين كان اختبار جماعي لان اعمال باولها طول الوقت وحولها نارضة بالليل تاني اعمال عشرة اعمال عشرة اعمال عشرة اعمال عشرة اعمال عشرة اعمال عشرة ابتسموا بعضهم بعضهم اتعزوا بعضهم قالوا الله لا لانهم كانوا يسمعونهم ايه 46 كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويهزمون الله يعني الاختبار الشخصي بقى في كل واحد منهم مش حبة تملوا بروح القدس وحبة ابتسموا وحبة تعزوا وحبة الرب طيب قلوبهم وحبة كانوا سرحنين حل الروح القدس على جميعهم وكان في ادراك ان في حاجة حقيقية شخصية حدست مع كل حد منهم لدرجة ان كانوا مع بطرس قالوا ما ينفعش نمنعهم الماء ما ينفعش نمنعهم انهم يتعمدوا بالمية لما تعمدوا بالروح القدس فهمين فهمين اللي عزا اقوله يعني ما كانش فيه خدام مع بطرس قالوا ده ملا بالروح القدس فده يتعمد ده مبتسم فده نستنى عليه شوية نشوف ايمان وقد ده لسه بيلعف من اخيره فده اكيد ما يتعمدش نو كلهم قالوا مدقاكم موضوع من اخير هبط المناخير شعروا يا يوحنة يا يوحنة اطلع انت من الموضوع يا يوحنة فالخدام اللي كانوا مع بطرس ما كانش جواهم تساؤل ما كانش جواهم احتمالية ان واحد من الحضرين دولة اللي في بيت كرنيليوس ما يتعمدش لان الاختبار الشخصي كان اختبار جماعي كل واحد منهم كان بيختبر اختبار شخصي بس الاختبار في هذا البيت كان اختبار جماعي وبالتالي الكتاب مؤدس عهد قديم وعهد جديد حبص معك على شوائد اخرى حلوة لك او الكثيرين هنا لكن القصة ان يحصل اختبار لما توقف تصلي النهاردة اللي بنكسره احنا بنكسر انعزلية اختبارك هتوقف تصلي بعد شوية هو ده اللي بنشن عليه في هذا الاجتماع لأن كل الاجتماع ينشن على حاجة محددة بنكسر انعزلية اختبارك لو كسرت انعزلية اختبارك هتختبر اضعاف في اختبارك الشخصي بس مش هو ده الهدف ريك تختبر اضعاف الهدف انك تدرك ان ما فيش انعزالية لاختبارك الرب يجمل عروسه كلها بيمسح عروسه كلها بيقوي عروسه كلها بيجعلها مرهبة جدا طهرة جدا مشرفة جدا قوية جدا والانكoka شايف العريس وشايف العروس بتختبر انت اختبارات شخصية قوية بس إنت مدرك ان دعوتك مش انعزالية دعوة واحدة فأعمال 11 هذا اللي حصل ترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا أمروا أن يعتمدوا باسم الرب روح معي لشاهد كمان أعمال 16 شاهد كلكم عارفينه كرنيليوس بسوري مش كرنيليوس السجان بولوسوسيلة عدد واحدة تلاتين قال بولوسوسيلة السجان آمن بالرب يسوع فإيه؟ آية معروفة أوي معلش؟ لنها معروفة بنزحلقها لنها معروفة بنزحلقها بس هم كانوا يقولونه حاجة لو أنت أمنت اختبارك الشخص ده حيبقى اختبار جماعي إحنا بنقولها تعودنا عليها وبتخدمها الطوايف بيقولوها باستخدام بس هم الرسل هم بيكلموا السجان كنوا بيقولوها بهذا الإيمان لو أنت أمنت اختبارك الشخصي حيبقى اختبار جماعي مش بمعزل عن أهل بيتك أخواتي المصورين الحقو بيحمل إيه؟ حاسبق نفسي وروح معاك مش هفتحها في عبرانيين سبعة يقولك إبراهيم هو واقف قدام ملكي صادق إبراهيم هو واقف قدام ملكي صادق لاوي كان واقف جوه إبراهيم قدام ملكي صادق لاوي ده فين؟ لاوي ده أحفاد 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 أحفاده يعني مش ولاده لاوي ورجع وراهيمكن بص عليها بكرة في عبرانين سبعة لاوي ده لاوي ابن مين؟ ما تخافوش يعاوب يعاوب ابن مين؟ صحق ابن مين؟ فلاوي ده من أحفاد أحفاد أحفاده يقولك لاوي كان واقف قدام ملكي صادق يعني اختبار إبراهيم قدام ملكي صادق ما كانش اختبار شخصي تقولي طب أنا بقف قدام ربنا لا، لا، يجب أن تؤمن. هذا أنت واقف قدام ربنا بالعافية ومصدق في اختبار شخصي. ولكن لو أحد يضع يده عليها، سيبقى كويس. أنا لا أقول لك أن أحد يضع يده عليك. هذا أقول لك أن هذا اختبارك الشخصي واختبار جماعي. ليس فقط اختبار جماعي للحضرين معك. هذا اختبار يغطي وجه الأرض وينزل أحفادك وإحفادك لسه تحت الأرض. لو ليس تحت الأرض، الموجودين في السمويات، يعني لسه متولدوش. فأحنا بالعافية بنسدق من أجل أولادنا، نقد أن أقول لك سدق من أجل أحفاد أحفادك. لأن لاوي كان موجود داخل إبراهيم في اختباره الشخصي. لا، والأمهات يسقفوا، والشباب يقولون أنني أعمل ليه أنا مالي بأحفاد أحفادك. مزمور 105. مزمور 105. فلما قالوا آمن فتخلص أنت وأهل بيتك، كان يقولوا شيء، اختبارك الشخصي، سيبقى اختبار جماعي على كل بيتك. أنا لم أكملت لك لما راحوا البيت أكلوا مع بعضوا واعتمدوا، كل البيت فرح، كل البيت فرح، لماذا أنا أختبار جماعي؟ اختبار جماعي. أنتوا لسه هنا مشكلة؟ أنتوا جماء وأبطال، مزمور 105. أنا أختم. مزمور 105. آيات كلكم عارفينها عشان نستخدمها في الصلاة. مزمور 105. آيات كلكم عارفينها. أخرجهم من مصر بفضة ودهب. آيات 37. 37. أخرجهم بفضة ودهب ولم يكن في أصباطهم. ده اختبار جماعي. دي من الاختبارات اللي حنصلي من أجلها في هذا الاجتماع. مش بس بنكسر إنعزالية اختبارك. لم يكن في وسطهم. في كل الأصباط. طيما في أصباط نصكم. كان في أصباط مش جواها إيمان. كان في أصباط لم يكن في ولا صبت من أصباطهم حد متعثر. الكلمة أوسع جداً من مرض. يعني تشمل الأمراض. لم يكن في وسطهم عاثر. بس تشمل حد متعثر جوا نفسه. تشمل حد معي نفسياً. حد منهك نفسياً. ده اختبار جماعي. خده بقى علينا النهاردة. وإحنا وقفين بنصلي. وما فيش إنعزالية اختبار واحد. هل ممكن الروح يوم مجد الرب يغطي وجه القاعة ووجه اللي بيشاهده. ولم يكن في الخمسمية. وفي أي إن كان العدل بيشاهد. لم يكن فيهم ولا واحد. لا يفقد واحد. ده كتابي ولا الخادم بيمزع. ده كتابي. لم يفقد واحد. العدو سرب مننا لما بيحصل اختبار واحد بنزيط عليه زيته. لم يفقد واحد. لم يكن عاثر واحد في وسطهم. لم يكن في أثباطهم عاثر. بقية تحمل معنا واحد بيتكعبل واحد منهك واحد محني الراس واحد فيبل واحد مجرد معي داخليا. لم يكن في أثباطهم واحد كده. آية كمان كلكوا عارفينها برضو. أنا بفتح الآيات دي مجرد عشان تسنية تمانية تسنية تمانية تولي ده يسوع دفع يسوع لما دفع التمن على الصليب. ودفع التمن الصليب عشان واحد. آه دفع تمن الواحد. بس هو وهو بيدفع تمن العالم. الله الآب أحب العالم. هل تفهم حاجة؟ عشان يأتي بيك إلى حضنه. الابن كان مصالحاً العالم. الآب كان مصالحاً العالم لنفسه في ابنه. كلكم عارفين الآية دي وأنا بوصفها ليك إنه بياخد العالم وعايز يدخله في حضنه وعشان تخش في حضنه إن الإبن هو اللي في حضن الآب. فكان مصالحاً العالم عشان يدخل العالم في حضنه ولأن الحضن هو الإبن كان مصالح العالم لنفسه عشان يدخله في حضنه بس فيه ابنه. عشان مفيش حد في الحضن غير الإبن. عشان كده الإبن هو المفتاح. هل توجد هنا؟ فالقصة ليس الإبن هو المفتاح عشان إحنا نور. القصة الإبن هو المفتاح لأن الإبن هو الوحيد اللي في حضن الآب. فالرب الآب كان مصالحاً العالم عايز يدخله في حضنه لنفسه فيه ابنه. فالرب هو بيصنع معجزة جماعية. هو عمل معجزة جماعية في الإبن. فإيمانك بالمعجزة الجماعية ليس بقى نحاول يا زوء إيماني. حبيبي هو يسوع أعلنوا في الصليب لما فرد إيديه. أعلنوا في الفدى لما فرد إيديه عشان يدخل كل حد الآب كان بيصالح العالم كله لنفسه فيه ابنه. عشان كل من يؤمن بيخش إلى هذا المكان. فببساطة إيمانك بالاختبار الجماعي ده الطبيعي في المسيحية. بس إحنا اتضحك علينا للصبح. إيمانك بالاختبار الجماعي هو الطبيعي في المسيح. بس إحنا اتضحك علينا. إيمان نعمل يكشي كشي 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 وتدي العدو شبري ياخد مئة متر. تسنية ثمانية آية مشهورة. اختبار جماعي تاني. موجود ليك في الصليب بردو. تسنية ثمانية آية أربعة. ثيابك لم تبلع ليك. ورجليك لم تتورم. أربعين سنة. عرفين يا أربعين سنة ماشي في الحر في الصحراء؟ أنا عارف لكم لسه ما صيفتوش. لكن لو تروح تصيف وتمشي على البحر عشر دقائق. أربعين سنة ماشيين في الصحراء في الرمل. رجليهم بتغريز ولم تتورم. ده اختبار جماعي؟ يعني مش موسى مطلعش في حتة كده عالية في تبا كده قدامه كم مليون واحد. حد جماعة رجليه ورمة؟ واحدة ستة عجوزة رفعت يديها. أنا رجليه ورمة. حد يا جماعة رجليه ورمة؟ محدش رجليه ورمة. حد جماعة محتاج يغير التوب اللي عليه؟ لم تبلع ثيابهم لو تتورم رجليهم. اختبار جماعي. لما يسوع أرسل التلاميذ بلا مزود ولا بلا كيسة. هل أعوزكم شيء اختبار جماعي؟ لم يعوزنا شيء. اختبار جماعي. حسنا. حتى نختم. أنا أعمال بول أختم. خروج عشرة. حولكم حاجة. ليه إبليس بيسلب مننا لاختبار جماعي؟ إيماننا بالاختبار جماعي. لأن الرب عايز يعمل اختبار جماعي على ممالك الأرض. وعلى حضرات العالم. عشان يثبت فشلها. ولو الرب عمل اختبار جماعي في العالم. بقضاء. لازم الكنيسة يبقى جوها إيمان باختبار جماعي بالحماية وبالحضور وبالقوة وبالاستخدام. لأن الرب لما بيعمل اختبار جماعي لسيستم الأرض عايز يملك كنيسة باختبار جماعي لحماية الرب كوفيد كان اختبار جماعي في الأرض في خروج عشرة كان الرب يعمل اختبار جماعي في أرض العالم أرض مصر مش مصر الجمهورية مصر صورة العالم كان بيحصل اختبار جماعي في أرض مصر بس كان فيه اختبار جماعي في أرض جسان هلو احنا ما بنفكرش انا بس بيتي يبقى منور نونو ده اختبار جماعي في أرض كاملة جسان لأن فيه اختبار جماعي على سيستم العالم أنت هناك؟ كنت أفتحها في خروجه عشر وخروجه حداشر رب عمال يتحرك على كل أرض مصر لكن في وسط هذا الاختبار الجماعي لا يوجد موت تدخل، لا يوجد موت تتسرسب، لا يوجد أحد يأتي لدور برد والموت لا يوجد في أرض مصر يعني الموت عمال لا يوجد في أرض مصر والذين يأتي لدور البيوت متغطيين بدم الحمل، لا يوجد أحد يأتي لدور برد تقول لي من فين جبتها؟ يمكن حد يأتي لدور برد أقول لك لما خرجوا لم يكن عاثر في وسطهم لكن العدو عمال يسرب ومصر تحب تعبد المرض وتحب تعبد الموت وفي نفس الوقت مصر العالم وفي نفس الوقت رب يريد أن يرفع إيماننا على حساب الفدى اللي رب عمله في حياتنا إن هناك حاجة اسمها اختبار جماعي بيحصل لكنيست الرب وإن اختبارك الشخصي مش بإنعزالية عن جسد الرب بالعكس لو أمنت وإنت واقف قدام الرب أنت مش منعزل عن جسد الرب هذا الاختبار الجماعي بيملح حياتك أنت أمين عشان دو أتخلونا نغمضي عمام صلي مع بعض